السلام عليكم وراء الله وبركاته معكم محمد خيال في درسنا اليوم سنشرح ما هو الوفر برينت. طبعا بما انك وصلت ان انت تبحث عن الوفر برينت يبقى انت اطعت شوت كبير جدا في مجال الجرافيك وفهمت يعني الالوان والسي ام وي كي والارج بي فالدرس ده احنا مشا نتكلم عن الالوان والسي ام وي كي ونشرحها بالتفصيل لان بما انك وصلت للمرحلة دي فانت فاهم كل اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله ولكن هيتظهر لك دلوقتي فوفر على الشاشة على اليسار دايرة بيضاء فيها درس بتكلم عن الالوان ونظم الالوان هتفهم يعني ايه سي ام وي كي يعني ايه ار ج بي يعني ايه انظم اطباع الافست فممكن ترجع له لو انت ما عندكش خلفية عنه وخلينا برضو سريعا ناخد فكرة بسيطة جدا عن وضع الالوان طبعا نحن احنا بنعمل نظام المطبوعات نظام الطباعة الافست وزي ما احنا عارفين الطباعة الافست بتعتمد على ارباع لون فقط هما الالوان الاساسية عندي اللون السيان والماجنتا والييلو والبلاك دول الالوان الارباع الاساسية عندي اللي بيتكون منهم اي لون عندي في المطبوعة طيب النموذج اللي قصدنا على ناحية اليمين دي مجموعة معروض صورتين هتلاقي الصورتين عندك هنا فيها ألوان غير السيان والمجينتا والريولو بلاك الألوان دي جات إزاي يعني الأورنج بيجي منين البينك الدارك بلو البيربر الألوان الكثيرة جدا لما سمعنا دي بجي منين رغم أن نحن نحن عندنا فقط أربع ألوان أساسية ده ناتج من إيه؟ ناتج من اندماج الألوان دي مع بعضها الأربعة لوندول أما بيندمجوا على بعض بالنسب معينة بيطلع لي جميع ألوان اللي انت بتشوفها ألوان ما لا نهاية اللي انت بتشوفها سواء في الصورة أو في أي مكان نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده أن نحن نظام الطباعة الأوفيسة عندنا ونظام الأخبار اللي بنتبع فيه بيندمج فيه الألوان يعني إيه بيندمج الألوان؟ يعني عندما اللون بينزل على اللون الآخر بيحصل فيه اندماج فاللون بيتغير بالضبط نفس فكرة خليني جاف بالي دلوقتي موليد التوانينات وتسعنات هم اللي هيفاهم قصدي تفاكرين زمان كان فيه عاجة اسمها الليبان السحري وهي نفس الفكرة في الضبط دلوقتي عندما انت بتدمج معجموعة من الألوان بالنسب معانا بيتغير لون ثاني مثل زمان ونحن صغيرين كنا نرسم بالألوان المية ونضع ألوان لون أصمر مثلا أحمر على أصفر بيدينا لون أورنج طيب هذا الكلام يتعامل ازاي في البرنامج عندنا سواء وفي نفس الوقت ازاي بنوصله في البرنامج وإيه هو مصطلح الوفر برند كل ما نتحدث عن هذا هو الوفر برند ايه هو المصارح الوفر برند ايه مشاكل في الطباعة وأقدر اصاله من البرنامج أنا دلوقتي هبتدي أشرة على برنامج لستراتر هنبتدي باللستراتر ايه نسخة ايه اصدار لا تفرق معي اول حاجة عايزك تظهرها هتروح لقائمة ويندو أنا عندي هنا أمر اسمه سيبريشن بريفيو ده طبعا خاص بالطباعة وبفصل الالوان هتظهر عندي البنل دي محتاجك انها تكون معنا وعندي في قائمة ويندو تاني أمر تاني اسمه برضو اظهر معي هنا نفس الأوامر دي بالضبط كده في نفس المكان هتلاقي موجودة في الانزاين ونشرحها مع بعض الوقت في الانزاين وفي قائمة view هنا أنا عندي أمر اسمه أوفر برينت بريفيو أوفر برينت بريفيو ده لو اخترته بيوريني الشكل النهائي اللي هيطلع بعد الطباعة مش اللي موجود قدامي على الشاشة لا بعد الطباعة ايه الشكل اللي هيظر عندي هل في مشاكل في الالوان ولا لا ولو انا فعلته من هنا او فتحت سيبريشن بريفيو وفعلته من هنا الاتنين واحد فخلينا افعله من هنا اول ما فعلته وتلاحظ ان الاسمه لونها الاسمه الاسمه ابيض اذا اختفت او خفيت السيان ركزوا على الصورتين السيان الماجنتا يلو اصبح ان الفكرة دورة الالوان والطباعة تنزل 4 لون يخش الأول على الماكنة ثم دورة تانية لون الماجنتا ثم دورة تالتة للون الالو الأصفر ثم دورة ربعة للون البلاك فمعنى ان الالوان تنزل على بعضها واندماجها مع بعض يكون لي الصورة التي لديها فانا لو جيت هنا ظهرت اللون الييلو بدأت الصورة توضح قليلا لو جيت نزلت على الماجنتا بدأت الصورة توضح اكتر وانا لو جيت السيان الصورة اكتملت اصبح ان انا نزل عندي الاربعة لون طيب تعالوا بقى نشغل دماغنا في الحتة ليس نحن قلنا ان الالوان عندما تنزل على بعضها بيحصل فيها اندماج معنى ان الالوان تتأثر لو نزلت على بعض سيختلف اللون وهذا النموذج الآن نموذج الذي لدي ناحية اليمين الآلوان الآلوان ثلاثة ركبين على بعضهم ولكن بالمقارنة بالألوان الآلوان لدي ركبة ولكن الآلوان اتغيرت كما قلنا لو نزلت الماجنتا على اليون اليلو حصل لون ثالث خالص اللون الأحمر ونفس الفكرة انا لو نزلت السيان على اللون الأصفر في التقطع حصل لون ثالث خالص اللغدر لان الاثنين اندماجوا على بعض طب اللغدر منين لو انت أساسا جيت هنا رسمت دايرة وتفتح الألوان وانا لو فعلا جيت هنا في قيم الألوان وحطيت مئة في المئة سيان على مئة في المئة يلو وتوماتيك هو اللغدر طب ليه هنا ما حصلش الكلام دا لو تلاحظوا هنا موادر المحتوظين فوق بعض ليه ما حصلش الكلام دا وحصل هنا فقط لغير اول حاجة زي ما قلنا انا هنا مفعل خاصية الايه البرينت الاوفر برينت بريفيو فدايما قبل ما تبعد شغلك للمطبع فعل خاصية الاوفر برينت بريفيو عشان تشوف فأصبح ان انت لو بعدت شغلك بالشكل دا للمطبع هو باين جدا عندك على الشاشة انه ممتاز وكويس ولكن بعد التباعة هيتطلع بالمنظر دا وان هيحصل عندك مشكلة وخطأ طيب دا حصل منين وحصل ازاي أساسا وليه بيحصل وامتى انا خليه يحصل وامتى ما خليه يحصل موضوع بساطة جدا ان البرنامج عندي سواء الاندزاين او الستريتور او حتى الفوتشوب عشان الالوان تنزل فوق بعضها هو بيعمل عملية تفريغ عشان ما يحصلش المنظر اللي انت شايفينه عندك كده بحيث ان الالوان ما تنزلش على بعضها وتندمج وينتج عنها الوان تاني خالص غير اللي انا عايزها فالبرنامج هنا بيعمل بيعمل عملية تفريغ ازاي بيعمل عملية تفريغ خلينا نشوف اللون overprint فبالتالي لو انا جيت مثلا خفيت اللون السيام بالمنظر تمام امسك كده اللون ده وجيت مثلا خفيت الماجنتا بالمنظر ايه اللي حصل ايه اللي حصل كالتالي ان تحرك باللون الماجنتا هذا اللون الماجنتا عندي اللون الاحمر ايه اللي بيحصل البرنامج اوتوماتيك بيفرغ مكانه هنا يعني ان تقاطعه خلاله لونه أبيض بيفرغ مكانه بالأبيض اللي هي خلفية الورقة بحيث انما اللون ده ينزل مايركبش على اللون ده ويسبب لي اللون الاخضر اللون شفتوه عندي هنا فهنا ببساطة جدا فكرة الوفر برينت فاصبح اننا الجزء ده عندي مفيش فيه اوفر برينت يعني ايه اوفر برينت خدها بمنتهى البساطة كده مصطلح انه بيعمل تفريغ بيفرغ تحت اللون عشان اللون ينزل على خلفية بيضة فبالتالي مايحصلش مشاكل طب ليه هنا حصل كده حصل كده لان انا اللي قلت له اعمل للالوان دي اوفر برينت منين قلنا عندي الامر اللي هو اتريبيوت اخترت الدايرة دي وعملت لها اوفر برينت بص ما شلت الوفر برينت اللي كانت بطبيعتها جدا معنى كده انه هو فرخ تحتها ولكن لو شلته ومش هيحصل تفريغ طب انا امتى برجع لموضوع التفريغ ده وهلا انا اللي بعمله ولا البرنامج بيعمله اوتوماتيك زي ما قلنا نظام البرامج برامج الجرافك اللي احنا شغالين عليها نظام الفاصل الالوان سواء في الاستوريطور او في الانزاين هي اوتوماتيك بتعمل تفريغ ولكن اوقات انا فيه حاجات باب انا محتاج اللي انا اعمل لها اوفر برينت بنفسي سواء ترجع لنوع الطباعة عندك ممكن لو انت مثلا بتطبع بلاستيك او قماش فانت مش عايز تحصل تفريغ طب ايه مشاكل لو حصل تفريغ اساسا خلينا نشوف انا عندي نموذج زي اللقصادي ده ده لون اسود المشاكل كلها اللي بتحصل في موضوع الاوفر برينت او اغلابها بتبقى بالنسبة لللون الاسود زي ما احنا عارفين اللون الاسود اساسا لو نزل على اي طباعة لانه هو بينزل اخر لون فما بتأثرش باللون حتى لو اندمج معه مش هيحصل تأثير لانه لون دارك لون بلاك وهو اللي بينزل الاخر ويغطي على جميع العلوان ده طيب بالنسبة لللون الاسود اللي عندي هنا بالمنظر ده ده زي ما انتم شايفين انا كاتب هنا ان ده بلاك اربعة لون يعني اربعة لون دايما اللي اسود عندك التكست احنا ما بنستخدمش فيه اربعة لون خصوصا لو تكست صغير كلام صغير او رفية ولكن لو منشط او بنت عريض جدا 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 ممكن تستخدم فيه الاربعة لون وطبعا افصل خالص اللي انا بتكلم عنه عن نظام الطباعة الدجتال او البانر او الروب او الكلام ده خالص نحن نتكلم عن المطبعات الورقية الطباعة الافست جميل فتعال هنا بصد اللون من كون من اربعة لون سيان ماجنتا يلو بلاك ده بيحصل نتيجة اختيارك العشوائي لللون اللي اسود لانك بتيك تفتح البانر هنا وتختار اي لون كده حاطة المؤشر هنا على اللي اسود وبتقول اوكي لو جيت بسيط هنا لقيته فعلا اللي اسود نزل في الاربعة لون ايه الغلط ان ينزل اللي اسود في الاربعة لون الغلط انه دايما بيحصل هزة في الطباعة ده طبيعي الطباعة زي ما قلنا هي بتاخد دورات الالوان بتاخدها فوق بعض بيقش السيان وبعد الماجنتا وبعدين يلو وبعدين البلاك دورات تمشي كده بيد طبع الورق فيها فبالتالي مستحيل او بنسبة تسعة وتعين في المية ما بيحصلش عمارية ركوب بالزبط خصوصا في الحاجات الصغيرة نتكلم على الحاجات الصغيرة فبالتالي اللي سيحصل معك سيحصل الامر ده مش ده نازل في الاربعة لون يعني عبارة عن سيان وماجنتا وييلو بلاك ما احنا مفتحنا اليسود لانه سيان ماجنتا ييلو بلاك فبالتالي نزله جميع الالوان دي وحصل الهزة اما حصلت الهزة بان الشكل اللي انت شايفينه ده واخدين بالكو ايه اللي حصل بان جدا ان فيه هزة هنا والالوان مش ركبة على بعضيها مفروض ان الالوان دي كلها تبقى فوق بعض ده بنسبة ايه لان اللون ده نازل السود في الاربعة لون طب تعال نشوف لو انا خليت السود هنا انا فعلا خليت السود هنا لون واحد بس وده الصحيح دايما اما تيجي تختار السود بتاعك خصوصا في التكست في النصوص بيبقى السود مية في المية باختاره منين اما بتكتب القيمة بتاعه زي ما انا كاتب هنا كده او ان انت من البانال هنا بتختار السود ده السود ده بيبقى مية في المية بلاك ولكن طيب اللي هيحصل لو انا اخترته بلاك جميل وهيطلع ممتاز جدا ولكن برده كل ما الخط كان صغير هيحصل احنا قلنا بيحصل تفريغ بشي احنا قلنا اي نظام الوان في الاربعة لون هنا بيحصل تحتيه تفريغ فبالتالي البرنامج بيفرغ تحته فبالتالي سابلي في الخلفية التفريغ ده بحيث ان الاسود هينزل هنا وزي ما قلنا مفيش حاجة هتنزل بالزبط دايما هتلاقي فيه هزة بسيطة كده فحصل الابيض اللي انت شايفينه شايفين فيه ابيض بسيط موجود هنا هو ده اللي بيحصل عندي طب احل الموضوع ده ازاي بالنسبة للسود انا هنا بتكلم على اللسود فقط لا غير بحله ان انا بعمله اوفر بريند بمعنى ايه؟ خلينا نشوف بصوا هنا عن نموذج الاقصادي لو انا هنا طبعا خلاص انا فعلت هنا خاصية الابيض او من سبريشن او اكملت اعلامة صح هنا هي بتدفعها الاوتوماتيك لو جيطت طفيت السيان اللي سود موجود لو جيطت طفيت المجنتا اللي سود موجود لو جيطت طفيت اليالو اللي سود موجود اصبح ان اللي سود اللي عندي هنا فوق ده موجود في الاربع لون حلو؟ طب تعال نشوف النموذج التاني اللي هو اللي سود قلنا موجود فين في لون واحد او لو طفيت الليسود كده لا جميل جدا الليسود مش موجود غير في اللون البلاك ولكن اللي حصل ايه حصل تحته تفريغ وده غلط طب ايه هو الصح صح النموذج التالت اللي ان شفتو ده الليسود هنا اختفى ومفيش وراء تفريغ فبالتالي لو نزل بقى تهز كده ميلي اتهز فوق اثنين ميلي اتهز تحت تلاتة ميلي وشيحصل لي مشكلة لدي ان مفيش تحته أبيض مفيش تحته تفريغ طيب ده بعمله ازاي زي ما قلنا انا بقى مسك التكست هنا الليسود عندي وبقول له أوفر برينت فل خلي بقى لك انا عندي كمان حاجة اسمها أوفر برينت ستروك لانه ممكن يبقى عندي فل وستروك لللون فورد جدا ممكن ممكن ان يكون عندي لون تاني هنا بالمنظر ده ومعمول له هنا ستروك فبالتالي انا عايز اعمل ستروك هنا أوفر برينت كمان فممكن اضغط على طيب هل البرنامج في الليسود بيعمل الوبرينت الوحده في الليستريتور ما بيعملوش الوحده وده انا بشوفه عايز في الليستريتور يعني ممكن تكون ميزة لبعض الناس اه ليه تعال نشوف انا اوما بختار الليسود كده يعني خليني اعمس احداد الوقتي وعندي الليسود ده اهو مية في المية مش معمول فيه اوفر برينت ده الليسود العادل انا بستخدمه في البرنامج ولو جيت بسيطة انا بمية في المية انا كده تمام جدا ولكن لو جيت عملت انا برفيو لعيت ان هو مفرخ تحته طب هل انا مطلوب مني بقى ان انا بما عند الليستريتور ما بيفرخش تحت اللون الليسود ان انا هارجع هارجع الشغل كله تاني وخليه اوفر برينت وهلما ابعت للشغل المطبعة بالمنظر ده المطبعة ليه ما بترجعش الشغل وتقول لي انت شغلك غلط لو سمحت اعمله اوفر برينت لان الليستريتور فيه خاصية ان ان انت اما بتكي تعمل برينت انا اعمل كنترول بي برينت دلوقتي ولو اخترت مثلا طبعة عندي زي كده ولو جيت هنا في الاوتبوت وجيت هنا اخترت السبريشن هلأي عندي امر اسمه اوفر برينت بلاك معنى كده اما المطبعة تطبع او تجي تعمل فرز الوان او فصل الوان هي اوتوماتيك بتعمل هنا اوفر برينت للبلاك فبالتالي انت متشغلش بالك ولكن يفضل لو انت عندك خلفية عن الموضوع اوفر برينت لو المطبعة حاسن انها مطبعة ضعيفة ناس غير مؤاحلة او ناس غير احترافية فممكن انت اوتوماتيك تعمل اوفر برينت لشغلك وما تعتمدش على المطبعة في حالة ان الشغلة عندك بقي فيه مشاكل دايما وبتلاقي هزة في اللون الاسود فعندك حاجتين بالنسبة للون الاسود اما بتلاقي فيه هزة تتأكد ان اللاسود عندك نازل فقط في البلاك بقيت الالوان زيرو وتتأكد ان اللون اللاسود يبقى اوفر برينت يصل على المطبعة Wow ابرتنا فيتسنة يمكن أن تكون غير احتراف في المال طبع من الاتفانس كان ياسح لدي ال Laval يمكنك التحастиج من المال في التحديد إن التكلفات لكي karşua نسبة لك لكي أعتذي دžنا فأنت بعيدا ما شرق تري cart اعمل لها انت اوبر برينت بناء على الامر اللي اخترته من هنا اتمنى يكون الموضوع بالنسبة لكم سهل ما دخلناه في حاجات صعبة ونرى نموذج اخرى عشان نفهم الاوبر برينت فرضا ان انا عندي لوجو مثل هذا حلو لوجو انا عندي جميل جدا واللوجو ممتاز وهو هيتطبع بهذا الشكل طب تعالوا بصوا انا لو حركت اللون الاصفر اللي ورا دا اللون اللي ورا دا ايه ورا كحلي صح مظبوط طيب مفروض الاصفر اللي انزل على الكحلي مش هيتديني اصفر خالص دا يبقى لون غامي لان انا منزل لون فاتح على لون غامي جدا فبالتالي مش هيتطلع باللون دا وما الايه اللي بيطلعه باللون دا رغم ان انا على فكرة المعينة هنا انا اعمل الوفر برينت يعني دا الشكل اللي هيتطلع بعد الطباعة دا راجع لي ايه قولنا راجع ان الاستيريتور نفسه هو الواحده لانه هو عارف ان انا لازم افرخ تحت اللون دا بمعنى حتى لو جيت هنا بسيط لقيت فعلا ان انا خفيت اللون الاصفر هنا لقيت انه فعلا مفرخ تحت ورغم ان انا مش مفرخ انا كمصمم او لو شلت الاصفر مفيش تفريغ ولو هو عمل منين التفريغ دا هو الواحده عمل تفريغ لك طب تعالوا بص لو انا ما كنتش قلت له من التفريغ لو انا كنت اخترت هنا الوفر برينت جميل دا النتيجة اللي هتطلع بعد الطباعة لان هنا البرنامج ما عملش تفريغ فجل الاصفر نزل على اللون الاغمى دا اللي هو دارك بلو فاديك اللون دا بمونتها البساطة وده طبعا غلط طيب افهم من كده اي افهم من كده ان انت لازم اي تيكست عندك خصوصا التيكست الصغير اللي بقى في العنوين وفي ارقام التليفونات اي تيكست صغير وراه خلفية لونية طبعا ان انا لو عندي التيكست على خلفية بيضاء هنديش مشكلة وما يهمنيش لانه هو لون واحد لو عندي لون اسود زي كده زي ما قلنا وجيت هنا خفيت اللي اسود وجدت انه هو مفرق تحت وده المشكلة اللي هتقابلني قلنا انه هيحصل هزة خصوصا ان الخط هنا صغير جدا ممكن يكون الخط اتناشر او عشرة الخط رفاية عم الساميك مش بولد فهنا بيحصل المشكلة فدائما تأكد ان انت اللون اللي اسود عندك في العاجات الصغيرة تبقى عمله اوفر برينت بصوا اضغط اوفر برينت هايحصل ايه اما اضغط اصبح انه ما عملش افريق تحته في اما انت بتعملها من هنا زي ما قلنا اما في المطبع ما بيجي يفصل هو اوتوماتيك بيعمل اوفر برينت فحسب انت بقى بتعاملك مع المطبع انت حاس ان المطبع دي كويس بتعامل معها بقى لقى فترة وما فيش مشاكل بالنسبة لك ولكن لازم تعرف الحاجات اللي زي دي كويس جدا طيب عندي ايه مشاكل تاني هتقابلني في اوفر برينت عندي اللون الابيض وده مشكلة كبيرة جدا جدا وانتشوف ايه المشكلة بالنسبة لليد احنا قلنا الارباع لون عندنا عبارة ان ايه سيان ماجينتا ييلو بلاك فانا ما عنديش انك ما عنديش حبر باللون اللابيض فبالتالي لو جيت كده للاوفر برينت هنا لو مسكت اللابيض وقلت له ليه هقول للاوفر برينت ممكن اكون ضغط بالخطأ ممكن يكون ده اساسا كان لون وليكن مثلا اي لون تاني انا ممكن اكون مدي مثلا لون زي كده واللون ده انا قدت عمل له اوفر برينت ما عنديش مشكلة وقفلت القائمة ده وقفلت وقفلت القائمة ده وقفلت وبعد كده اكتشفت ان انا خلي ده اللون ابيض احسن تصميم هيبقى اشيك وهو لون ابيض فقومت جاي رايح انا طبعا الناسي البنل ده خالص وقفلها وقفلت جاي مدي اللون ده اللون ابيض جميل وكان موجود عليه اوفر برينت اول ما بديل اوفر برينت بيقول لي ايه بيديني علامة احذرية او بيديني الماسج دي بيقول لي خلي بالك اللون البيض عندك الترانسي برانسي افكت ده فيه مشكلة لو انا قلت له اوكي اداني حتى علامة احذرية مسلس تحذيري وبما اني مفعل خاصية الوفر برينت طبعا انت مش هتبقى مفعلها طبعا انت شغال فانت عامل كده وشغال كده والدونية جميلة والتصميم قدامك باين ممتاز جدا 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 ولكن تعال بقى بعد ما التصميم ده يتطبع هيطلع بالمنظر ده سيطلع ان الابيض اختفى تماما فاصبح لو انت عندك عنوان هنا واللي اسمه حاجة دي كارثة الحاجة طبعت من غير العنوان الرئيسي ليه لاني ده كان عبيض وانت عملت له اوفر برينت طيب ده بالنسبة لل اوفر برينت في برنامج إلستريتور خلينا نروح برنامج الانزاين ونشوف ايه المميزات في الانزاين والعيوب عن برنامج إلستريتور ده الانزاين عندي نفس الفكرة بالضبط ونفس البانل هتوصلها من قائمة ويندو هتلاقي عندك اوتبوت الانزاين لمين كل حاجة خاصة بالسيبريشن او بالطباعة في بانل الاوتبوت او امر الاوتبوت هتلاقي هنا التريبيوت وهتلاقي هنا السيبريشن بريفيو خلينا نفعلهم معنا هناخد البانل دي معنا هاي وخليني ارجع ثاني الاوتبوت واجيب السيبريشن بريفيو ونفس الفكرة برضو هتلاقي في قائمة في قائمة فيو عندي هنا امر الوفر برينت نفس الفكرة بالضبط خليني هنا اقول له سيبريشن وتعالى نشوف ايه اللي حصل اللي حصل زي ما احنا قلنا ان الابيض هنا اختفى ليه لان انا كنت جايبه مليستريتور خلينا نشوف ان الابيض ده لو كان اساسا موجود في الاندزاين يعني تعالى كده ده الابيض الاندزاين في ميزة جميلة جدا ان هو بريح دماغك من الموضوع بيقول لك اي لون ابيض انا اساسا مش هقدر ادهلك يعني بص ده اللون الابيض صح؟ تعالوا بص هنا الوفر برينت اساسا غير مفاعلة ليه لان اللون ده ابيض لو مسكت اي حاجة تانية هتلاقي اتفاعلت عادي جدا في الاندزاين في الميزة برده ممكن تكون ميزة اوعيب حسب شغلك انت ولكن هو بديك نسبة امان اكتر اي حاجة اوبر برينت ابيض منش هتقدر ادهلك اوبر برينت اي لون ابيض منش هقدر ادهلك اوبر برينت ونفس الفكرة برده الميزة في الاندزاين حاجة انه ما بيعمل لك تفريغ تحت الاسود غير الاندزاين كان بيعمل تفريغ تحت الاسود وبيخليني انا اروح اعمل اوبر برينت للاسود لو انا خافيت هنا ده مفيش تحت تفريغ اساسا يعني هو وفر علي ان انا اروح ودور على الاسود وعمل له اوبر برينت منين الخاصية ده اساسا الاندزاين جابها؟ لو انا ضغطت على كنترول كي انا عندي هنا امر اسمه هلاقي بالفعل الامر ده موجود عندي في الاندزاين وغير موجود في الستريتور بيقول لي ان انا بعملك للبلاك المية في المية فقط مية في المية بلاك بس انا هعملك لأوبر برينت من عندي لو انت عايز تخليه زي الستريتور خلاص شيل العلامة دي وخليه زي الستريتور وهتروح انت بنفسك وتفعل الخاصية دي بعد كده ولكن طبعا بالنسبة لي ده حاجة جميلة جدا انه هو يعمله اوتوماتيك من نفسه طيب ده بالنسبة لل الاسود واللابيض بالنسبة للأوبر برينت طيب ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني مع الاندزاين والستريتور بنسبة كبيرة جدا بما اننا شغالين على البرنامجين مع بعض الاندزاين والستريتور فبالتالي طبيعي جدا اننا بنق الحاجات من الستريتور للاندزاين والعكس صحيح هنا بتحصل المشكلة قصوصا لو انت شخص مبتدئ او ما عندكش خبرة او في موضوع أوفر برينت وما انتش فهمه ايه المشكلة اللي بتحصل خلينا نشوف نموذج حقيقي وممكن يكون حصل معي قبل كده لو انا عندي تصميم زي ده حلو انا عندي اندزاين زي ده عبارة عن مثلا مينيو تم تصميمه على برنامج الاندزاين حلو ده المينيو عندي تمام واشتغلناه وانتهينا منه وجي العميل طبعا قال لي بعتلي اللوجو قال لي انا محتاجت حط اللوجو هنا والتليفونات فطبعا العميل بعت الشغل او اللوجو سواء ملف إلستريتور او سواء بعته بي دي اف بالمنظر ده انا افترض ان العميل بعيتلي الشغل وهو عامله كده سواء لعميل او المصمم وأكيد المصمم يعني هتلاقي الابيض هنا كان معمول لوفر برنت حلو وخلاص انا اقفل البانال دي واخفل البانال دي وانا كمصمم جالي الملف ده بهذا الشكل اللوجو العميل بعت اللوجو بهذا الشكل سواء بدي اف او سواء انت منزل اي لوجو او اي 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 او اي رسمة من النت ممكن يكون برضو معمول لوفر برنت وانت مش عارف وما جاش في بارك ان انت تفتح وتشوف الوفر بريند فبالتالي هتقوم انت جاي ماسك اللوجو ده كده وبعد كنترول سي طبيعي جدا ورايح للاندزاين كنترول في وتقوم جاي ايه منزله هنا وتقوم جاي مكبر اللوجو كده ويضابط شغلك ويضابط حياتك وتمام جدا اه ميا ميا روح كمان خد التيكست هتقول انا لسه هكتب تيكست مالعميل اوكي بعت التيكست عبل كده او انت خدته من مينيو قديم للعميل كنا عمله لك بدل ما تكتب تاني نفس الفكرة برضو انا هاجي هنا احط التيكست عندي كل حاجة تمامه هو يبقى انا وفرت علي ان انا اكتب وان انا اغلط ولكن انا نسيت حاجة مهمة جدا نسيت ان انا اشيك على الوفر بريند بمعنى ايه تعال بقى نبص شكل الحاجة جميل جدا وهيطبع بهذا المنظر وهيطبع بهذا المنظر وهيطبعه المطبعة تعال لو انا فعلت خاصية الوفر بريند ايه اللي حصل اختفى اللابيض اختفى ودي حصلت مع ناس كتير بيبقى عندها الشغل على الشاشة تمام جدا خاصة بالنسبة للابيض وتيكي تطبع على البريندر حتى اللي عندك المكتبية او تطبعه عشان يتطبع مثلا طبع افسد تفاجئ ان الشغل عندك اختفى فيه عاجات اختفت من انتش عارف ايه السبب ايه الموضوع هو ليه اختفى اختفى لان اساسا اللابيض هنا كان وقت اوفر بريند هتقولي طب ما احنا قلنا ان الاندزاين اساسا ما بيديش للابيض اوفر بريند هو اساسا قافل للابيض بالنسبة للابيض ولكن لو تفتكروا انا جايب الشعار ده والتيكس ده منين انا جايبه من الاستريتور والاستريتور اساسا كان مديله اوفر بريند لان الاستريتور بيسمح ان انت تدي للون الابيض اوفر بريند الاستريتور الاصلي فهاجي هنا وامسك الحاجة بتاعي اللي هي اوفر بريند وارح طبعا للامر بتاعي لقيته فعلا اوفر بريند اضفل اوفر بريند وفي الحالة دي اعمل كوبي وانسخ تاني طيب فرضا انا انا ساخت الحاجة على انتزاين وخلاص الملف الاصلي بتاعي مش موجود عندي وانا مش موجود ملف الاستريتور عندي اساسا يبقى حلها ايه حلها ان انت لو رحت هنا هتقول لي ما انا ممكن امسك دول كده وتعالى هنا اه ده ايه ده ايه اني فعلا واخد اوفر بريند وفيه علامة صح ولكن غير ناشطة انا مش عارف اشيل علامة الصح لانا قولنا هو الابيض ما بتدلوش اوفر بريند في الحالة دي المطلوب منك ان انت تيجي هنا تختار اي لون الالوان دي وليكن اللون البلاك اهو بقى ناشط اهو وارجع تاني للون الابيض هو اوتوماتيك هتلاقيه شهال الوفر بريند تعالوا هنا نعمل الوفر بريند بريفيو دقية الشغل فعلا مظبوط الوفر بريند بريفيو عندي مديني ان كل حاجة هتطبع ومعنديش اي مشكلة فيه طيب ده بالنسبة للاندزاين الاندزاين كمان في ميزة رائعة جدا جدا انا هاد الوقتي هرجع كنترول زد تاني عشان اوريكو الابيض وهو معمول لوفر بريند طب انا ايه في بالي او ايه اللي هيجي في خيالي ان حاجة هنا معمول لوفر بريند وفرض انا شغال على مجلة او كتاب ده ده مثلا منيو عبارة عن صفحتين موضوع فيه سهل افرض انا شغال على مجلة كبيرة شغال على كتاب حاجات بنتكلم في 200 صفحة في 300 صفحة وفي حاجات صغيرة جدا اللونها ابيض معمول لوفر بريند وليكن مثلا ايكونة زي دي صغيرة جدا ومرمية في الجنب ومعمول لوفر بريند في الصفحة رقم 210 وعمري ما اعرف اشوفها مش هقدر اشوفها حتى لو انت رجعت مش هتقدر الاندزاين هنا عنده خاصية في غاية الروعة بيوفر عليك كوردابيلك انا هدولك على اي اوفر بريند واقول لك خلي بالك هنا في اوفر بريند سواء اوفر بريند عادي خالص اي لون بواخد اوفر بريند او سواء اللبيض اللي بواخد اوفر بريند رغم ان الاندزاين ما بيديش للابيض اوفر بريند ولكن هو موفر كمان الخاصية دي لانه عارف ان انت ممكن تجيب شغل من برا وبالتالي لو جيت هنا فتحت البريف لايت ممكن اعمل هنا بريف لايت جديدة تعالي هنا اللي ما عندهش فكرة عن امر البريف لايت ارجوكم هتلعلكوا دائرة بيضة دلوقتي في اعلى الفيديو رجعوا درس البريف لايت في غاية الاهمية بالنسبة للمطبوعات والناس اللي شغالة في الطبيعة الاوفست فانا هفتح كده البريف لايت عندي جميل هلاقي هنا البريف لايت لو يت 때문ية هوا انا عندي امرين في خاطئ الاهمية الاوفر بريند العادي جدا في الاندزاين هقوللو اي اوفر بريند نبهني عليه teenage و اينا عندي امر تانى اوفر بريند ويت يعني الاوفر بريند اللي مولئ الوابيض نبهني عليه ولكن في الديفولت بتاع الاندزاين هو اساسا مش بما يدينيش فيه تحذير فانا ممكن اعمل علامة صحة كده جميل اسمي طبعا بروفايل جديد ليه وليكن خيال لان ده البيزيك بتاع الاندزاين ما ينفعش يعدل عليه فانا سميت واحد جديد اسمه خيال بريف لايت وهقول له لو سمحت فعال لي خاصية الوفر برينت وايت يعني ابحس انت وقول لي لو عندي مشكلة في الوفر برينت الوايت اخبر لي اوكي في الحالة دي بص الملف دلوقتي انه ايرر مفيش ايرر في الملف الملف زي الفول واللمبة خضرة وتمام ليه لانه هو كان مشايك على ايه وهو دلوقتي بيشايك لانه بيشايك دلوقتي عليه على البيزيك لانه شايك على خيال اللي انا فعلت فيها خاصية الوايت اوفر برينت لو ضغط كده بيدوره اهو لقيته طلع لي 138 ايررر طب فين ال 138 ايررر ده لو ضغط كده لقيت انه فعلا كلهم فين اصبح ان الاندزاين بنفسه هو دور وقال لك انت عندك هنا في الوفر برينت وايد في عندك مشاكل طب ازاي مية جم من المية ده هو عبارة عن لوجو وسطر فيه عنوان وسطر فيه تليفونات يعني كلهم ما يجوش اربع خمس سطور مع اللوجو لا هو بيحسب كل نقطة وكل حرف بالنسبة له هي دي اوفر برينت بمعنى تعالوا كده افتح بص هنا كده اهو خليه يكبر عندي اهو دي بالنسبة له اوفر برينت تعالوا كده دي بالنسبة له اوفر برينت اصبح انه عنده هنا كل لاين من ده وكل حرف من ده وكل ايكونة من دي بالنسبة له وحتى النقطة دي بالنسبة له اوفر برينت فهين هو بيقول لك خل بالك انت عندك كل ده معمول لوفر برينت لازم تعالجو فأصبح انه ووفر علي وقت كبير جدا ووفر علي مشاكل اللي ممكن اقع فيها بعد هذا بالنسبة للإندزاين الإندزاين رائع في هذا الموضوع نحن نأتي إلى آخر فرضا أننا هذا الملف جاهز بDF جاهز سأطبع لن أفتحها على الستراتور ويشغل بالي ولا سأفتحها على الإندزاين ويشغل بالي هذا الملف جاهز سواء جاهز من العميل وقال لي جاهز أو أنت راجل دلوقتي شغل في المطبعة وأنا كمصمم شغل في مكتب وقالت لحضرتك اللي انت شغل في المطبعة وقالت لك الملف جاهز يلا اطبع هل أقدر أشيك على الوفر برينت قبل مطبع بعيدا عن الإندزاين والإستراتور أو تشوب؟ أقدر دعني نفتكر أننا مازلنا لدينا مشكلة أن هذا اللوجو مع التلفونات وقالت أبيض بدليل أن أما أفعل ذلك تختفي ولكن أنا أريد أشيك بعيدا عن الإندزاين فأنا أفترض أننا خلاص خلصنا شغلنا ونصدر الملف دلوقتي لاتباعة رحت عملت اكسبورت أصدر PDF على الديسكتوب وقاله PDF Print وقاله Save ريبلاس حياة جميلة جدا نفس اختار كل الإعداد كأنك بتبعط للمطبعة بريس كوالاتي أو أن أنت هتعمل X1 وعمل البليد وعمل كل حاجة ونصدر ونرى ماذا سيحدث هذا الشكل الملف موجود على برنامج أكروبات فتحته قبل الطباعة تمام كل حاجة ظهر أقصادي ولكن لو أنت شخص محترف لازم تشاك على ملف قبل ما تبعطه للطباعة خلاص انت في آخر مرحلة دلوقتي طبق شايك على ايه ما كل حاجة قدامي كويس لا تعال هنا على السهم الصغير ده واضغط كده وكتب هنا مثلا Output أنا عندي أمر هنا اسمه Output Preview أنا أقول ما اضغطت على Output Preview إيه اللي حصل؟ اختفى الشهار واختفى هنا التلفونات والعناوين ليه؟ لأن Already Output Preview بالنسبة لبرنامج الأكروبات هعمل حاجة اسمها simulate overprint يعني محاكاة للطباعة اللي واخده overprint ده الشكل اللي هيطلع في الطباعة طبعا واضح جدا أنا عندي كارسة هنا ومشكلة إن اللوجو مع التلفونات مش موجود في الطباعة أنا افترض إن فرضا فرضا دلوقتي أنا عايز أعرف إيه اللي انت خافيته ما هو اختفى ممكن يكون حاجات تانية فأنا هاجي هنا عندي أمر في البرفيو هنا اسمه Color Warning لو ضغطت عليه كده هقول له أعمل لي شو overprint يعني اظهر لي الحاجات اللي هو اوبربرنت تعلمها لي باللون الأحمر طبعا ممكن أضغط هنا واختار أنا اللون اللي أنا محتاجة أنه يعمل لي عليه تحذير أنا اخترت اللون الأحمر وأعلم هنا على علامة صح وتعالوا بص حصل إيه؟ حصل إن هو قلت له أي حاجة واخدة لون أحمر حسب ما أنا قلت هي دي الحاجات اللي واخدة فيها overprint white هي دي الحاجات اللي فيها مشكلة هي دي الحاجات اللي مش هتطلع في الطباعة خلي بالكوا فبالتالي أنا عرفت إن عندي مشاكل دلوقتي في الحاجات دي يهما تروح بقى تفتح برنامج الاستريتور أو الانتظاية نتعالجها يهما ترجع للمصمم الأصل لصمم الملف وتقول له خلي بالك بتعندك مشاكل هنا عالجها وبعدين بعتلي الملف النهائي يبقى جاهز للتباعة والمناسبة إن شاء الله هايبقى فيه دورة كاملة لبرنامج الأدوبي أكروبات دي سي لأنه برنامج قوي جدا 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 مش مجرد برنامج انت بتفتعه عشان تشوف الشغل بعد ما تصدر بي دي اف وخلاص لا ده برنامج قوي تقدر تعالج فيه حاجات كتيرة جدا تقدر تعمل convert للفونت من بي دي اف بدل ما تفتعه علي برنامج آخر تقدر تعمل bleed تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا 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 من داخل برنامج الأدوبي أكروبات برو دي سي خلاص كده انتهينا من موضوعنا النهاردة أخيرا خليني أروح أوريك برضو الوفر برينت على الفوتشوب ده برنامج الفوتشوب عندنا طبعا الفوتشوب بعيد وقرر وقلت الكلام ده كتير هو مش برنامج مخصص للطباعة فمش هتلاقي فيه كل الإمكانيات اللي احنا اتكلمنا عليها مش هتلاقي أسيسا أمر اسم اوفر برينت مباشرة اوفر برينت fill و اوفر برينت stroke وهكذا لأنه هو مش برنامج متخصص في موضوع التباعة ولكن خلينا نشوف حاجة بسيطة انا عندي العنوان ده زي ما انت شايف كده باللون الاسود وقلنا الاسود طبيعي ان البرامج الجرافيك بتفرغ تحته فلو جيت هنا للشانل وفعلا جيت هنا بسيط على السيان هلقيه فعلا مفرغ تحته المجنتا متفرغ اليلو متفرغ والبلاك موجود لا انا عايز الاسود ده ميبقاش متفرغ في البلتات دي كلها يبقى في الاسود مية في المية بس طبعا الاول بنتأكد ان فعلا الاسود عندي هنا مية في المية اسود دي اول حاجة اتأكد منها بعد كده هتيجي على الليرو بتاع الاسود اللي هو التكست هنا وبتختار هنا ملتيبلاي بعد كده لو جيت على الشانل هتلاقي فعلا السيان ما عادش متفرغ ما عادش متفرغ وما عادش فيه تفريغ فقط تلاقي غير نازل في الاسود ده بالنسبة للشوب مش هتاخد منه اكتر من كده اخيرا بالنسبة للانزاين عشان كان فينا سائلة ونشرح الكورس دايما كان بيقابلنا امر سبودي لوقتي هنعرفه في الاخر سيقابلك في حاجات كتير جدا في الانزاين يعني لو انت بتختار لون هنا مثلا هتلاقي حاجة اسمه أوفربرنت بالنسبة للقار��면 أوفربرنت لو انت بتعمل جداول هتلاقي حاجة اسمه أوفربرنت لو انت حتى هيت هنا وسألطى مثلا التجاريخ وعملت مثلا براكراف استايل وضغطت على براكراف استايل هتلاقي هنا وانت بتختار الكالور عندك أوفربرنت ووسأل تغتر اللون حتى في الاندرلاين شكرا한테 تورяли فى المواضيع فى الاندرلاين ويقوم بإمكانك الخط الصغير في الفونت تستطيع التفاصيل الوبربرينت ويقوم بإمكانك المسافة بين الخط والآخر فهيقابلك الوبربرينت كثيراً ثم تشغيل في الاندزاين فكان لابد أن تفاصيل الوبربرينت ومعناه وماذا يمكن تستخدمه؟ هل تعرفت أي اوبربرينت لأنه يمكن يطلب منك لو أنت في يوم الأيام شغال مع أحد يتبع سيلك سكرين أو تبع تشيرتات وممكن أن يقول لك لا أنا لا أريد أن تجعل الألوان تفريغها تفريغ تحتها أوبربرينت فأنت تعرفت مصطلح الوبربرينت يعمل إيه بالضبط أتمنى أن تكونوا استفدتم الدرس النهاردة انتظروا إن شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته